بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى اللي تشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموا القناة من بعيد ومن قريب تنقولهم شكرا جزيلا تنشكر الناس اللي قدام في القناة والناس اللي دخلوا القناة جداد تنقولهم شكرا على اتقا ديالكم وتنتمنى نكونوا عند حسن الضن ديالكم بحول الله وقواتي اليوم غادي نحط واحد صيغة من القرآن الكريم من كتر المشاكل اللي تحطات في القناة وكتر ما كان ينصعوبات في الحياة قاعتا عن يوم من صعوبات في الحياة ولكن الله المستعان على كل شيء الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء بيتها في شان ويردها في شان هو عظيم الشان ربي سبحانه وتعالى قادر باش يبدل من حال الى حال ولكن الله سبحانه وتعالى خاصنا نتقربوا ليه بزاف لأنه باش ربي سبحانه وتعالى يحقق لك الأمنيات الله يقال لك تلب وانا نعينك عبدي إذن إحنا كيفاش غدين نتقربوا الله ونحيدوا المشاكين ونحيدوا الصعوبات ونحيدوا المتاعب اللي كينين في الحياة إذن اليقين والصلاة والصلاة على الرسول والاستغفار باستمرار حطوا ليه بزاف تعليقات النساء اللي عندهم مشاكين مع الأزواج الصداع في الدار الحياة الصحر التفريق عدنا صداع والمشاكين والولاد والراجل فيها مشاكين وكين بزاف تحطوا التعليقات ولكن أنا غنجمع كل شي اليوم وغدين أعطيكم صورة من أعظم الصور هي صورة الأنعام صورة الأنعام لتحقيق الأمنيات أي أمنية بغيتها قد تحقق بإذن الله الواحد القهار إحنا الوصفات اللي سنحطوا في هذه القناة كلها بالقرآن إحنا تنحطوا القرآن للشفاء وتعجيل الأمور لأن الإنسان ما بقاش عنده صبر ما بقاش عنده صبر أنه يتسنى أو ولا الإنسان عنده السرعة في الأمور خاصه يعجل في كل شي ما عنده الصبر إذن أجمل حاجة أطهر حاجة هو القرآن بغيتي أمورك تعجل ورب يقرب لك أنك خاصك تواضب على ورد من القرآن أو تسبيح أو تسبيح من القرآن على حسب قول وحد الإنسان قلت لك صورة الأنعام كانت على وشك الطلاق وربي من قراتها مدة ثلاث أيام كل سبع سطور تقرينا توصلي سبع سطور وتدير الدعاء وتتكملي تبقي تدير الدعاء أي حاجة بغيتي بغيتي الخدمة بغيتي العمل بغيتي الرزق بغيتي للزوج بغيتي أن ربي ينعم لك بالوليدات والصحة والعافية الولد المريد جميع العلاجات في صورة الأنعام كلما طلبتي ربي حققها لك لأن الله سبحانه وتعالى صورة الأنعام كلها نعمة من الله سبحانه وتعالى الله قادر على كل شيء هذه صورة الأنعام نحطها مدة ثلاث أيام أو أربع أيام أو خمس أيام واضبع لها المهم كل سبع سطور نقرأ ونوقف ومدير الدعاء اللي حاسة به أنني بغيت هذه الحاجة تكون عندي بغيت زواج بغيت رزق بغيت صحة بغيت عافية بغيت أولادي خدموا بغيت رجلي نتاوى معه في حياتي بغيت حيي تصداع بإذن الله الواحد القهار أنها صالحة في تلبية المطالب صورة الأنعام واضبع لها لتحقيق الأمنيات فعالة فعالة جدا في صورة الصورة العجيبة سبحان الله قاع القرآن فيه قاع القرآن العظيم فيه معاني وكلام وسبحان الله العظيم أن الله قادر على كل شيء هو القوي هو المتين لا تخاطبنا بالقرآن أي حاجة أو تهتي عليها أو دختي أو أنك مشيت على وحط ريق وبغيت ترجعي أرجعي للقرآن الكريم والصغفار أول حاجة هو والصغفار وكلام الله نتمنى هذه الصغفة من القرآن تكون ستنفعكم إن شاء الله بحول الله المهم الوقت لذلك نقرأ أن نعطر إما بمسك نحك على الصادر ونجمها ونشم شوية باش القراءات تكون عندها معنى لأن كل صورة عندها ملائكة الرحمن دي ولها إذن أنعطر المكان اللي أنا فيه من بعد ما صليت وذكرت الله وصفرت ونحاول يريد تقلوها في الفجر كل الوصفات اللي سيكونوا في الفجر ربي تحقق فيهم الأمنيات إذن أحبابي أحبابي الله تنتمنى لكم إن شاء الله تتبدو من هذه الصورة الأنعام ولكن هي خطوة ولكن أنتم ما غيرت تشوفوا في ثلاثة أيام في ثلاثة أيام إن شاء الله تحقق لكم الأمنيات بإذن الواحد القهار الله ولي سبحان الله العظيم ولي غيري جاوبكم إذن حاولوا تقرأها ولو طويلة هي طويلة ولكن غيرتعود عليها غيرتعود عليها عادة عندك تقرأها إذن ما بقى لي والو غيرنقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وتأبونوا حول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله